استشهدوا ثلاثة أمنيين ومدني في عملية إرهابية في بلاريجيا التابعة لولاية جندوبة توريدوا 12 طن من لحم الخرفان للتحكم في أسعار اللحم الحمراء مقتل واربعة أشخاص وجرح العشرات في تفجير حافلة سياحية في سيناء المصرية مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري على إثر العملية الإرهابية التي جدت أمس بمدينة جندوبة دعت نقابة قوات الأمن الداخلية الحكومة إلى اتخاذ قرارات جرئة للتصدي للإرهاب خيم الحزن على مدينة جندوبة هذا المساء على إثر العملية الإرهابية الآثمة والتي خلفت استشهاد ثلاثة أمنيين ومواطن وإصابة أربعة آخرين لذا اليوم كفانا من الصمت واليوم لابد أن السيد وزير الداخلية والسيد الرئيس الحكومة تكون تم قرارات جريئة على المستوى السياسي في مقصة تعامل مع الإرهاب وكذلك بالنسبة للسيد وزير الداخلية علينا تحمل سوريتو وثم قيادات اليوم لا مجال لوجودها في المؤسسة الأمنية أذرار جسيمة خلفتها العملية لكن كل ذلك لم يمنع الأمنيين من وصلة عملهم وكلهم عزم على القضاء على آفة الإرهاب فلا حيادة ولا مهادنة مع هذا العدو حسب تعبير النطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي مهما كلفنا الثمن لن نتخلى عن هذه المعركة وهي معركتنا مع الإرهاب معركة تونسة كلها وهذا اليوم هو هدف مشترك بين التونسة والأمنين وحنا قلناها الرسالة وصلناها للأمن لو عمرهم يخاف من الموت بالعكس أن الشهادة هي الشهادة من أجل الوطن سميتونا بتغوط نحن يشرفون أن يكون تغوط يحمي هذا الوطن ولا يشرفون أن يكون تغوط نقتل وابناء هذا الشعب مرحلة دقيقة تتطلب وضع كافة الإمكانيات المادية واللوجستية والوقوف صفا واحدا لمواجهة الإرهاب إعلاء لراية الوطن أكدت وزارة الداخلية في بيان لها استشهد أربعة أشخاص اثنان من الحرس الوطني وثالث ينتمي إلى دارة السجون والأصلاح والرابع مدني في عملية إرهابية في ولاية جندوبة وقالت الوزارة أن المجموعة الإرهابية متكونة من أكثر من خمسة أشخاص وقامت بأعمال سلب بالقوى على مستوى منطقة ولاد مناع ببلاريجيا من ولاية جندوبة دماء على الإسفلت وأخرى روت عشبة هذا الحقل المجاور لمكان الحادثة وأثار تؤكد بشاعة هذه العملية الإرهابية شهود عيان أكدوا أن هذه المجموعة الإرهابية التي كان بعض أفرادها من جنسيات أجنبية استوقفتهم وقامت برشهم بالغاز المشيل للحركة وسلبهم هواتفهم المحمولة ومبالغة مالية وسيارة خفيفة قبل أن تطلق النار على سيارة تابعة للحرس الوطني وقد أكد بعض الأهالي سماعهم لدوي إطلاق النار قبل أن يفاجأوا صباح اليوم بهذه العملية الإرهابية سمعنا الكرتوش حوالي من هذه ساعة أو أكثر هذا ما سمعنا وصباح جاءت ماشي الخدمة عرضون الأعوان نجوا هذه كل الأعوان حبثون غادي جاءوا ما تمشي خدمة وبعد التحريات الأولية التي أجرتها الجهات المعنية أكدت مصادر أمنية ميدانية أنه تم تحديد هوية بعض الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بهذه العملية ومنهم أحد أبناء المنطقة المطلوبين في قضايا مختلفة هذه المنطقة الريفية شهدت أحدى أعنف العمليات الإرهابية في بلادنا لينضاف أربعة شهداء إلى قائمة شهداء الوطن حسن الكريمي التلفز الوطنية التونسية منطقة ابن حامد جندوبا وفي مستشفى الأمن الداخلي بالمرسة كان للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية لقاء مع الإعلاميين تحدث فيه عن بعض تفاصيل العملية الإرهابية بجندوبا هي عملية إرهابية أدت لاستشهد ثلاثة أعوان أمن ومواطن في جندوبا وفق المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وهي مجموعة إرهابية متكونة من عناصر تونسية وأخرى أجنبية فهي عملية جبانة قامت بها مجموعة إرهابية تتكون معناها تقريبا أكثر من خمسة عناصر فهي ثلاثة عناصر تونسية تم التعرف على الهويات نتاحهم وزوز عناصر أخرين عناصر أجنبية الوحدات الأمنية معناها لا تقوم بالأبحاث والتحريات اللازمة المجموعة هذه أحنا وراها وإن شاء الله يقع القبض على كل عناصر هذه الأرجح أنه يكونوا معناها عناصر من الجزيرة زي يشبه معناها الأزياء العسكرية وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الإرهاب بات يهدد حتى حياة المواطن الأعزل في المقابل شدد على جاهزية رجال الأمن ويقضتهم تجاه كل عملية إرهابية مع ضرورة وقوف الجميع في وجه الإرهاب لمواجهة هذه المجموعات الإرهابية والابتعاد عن حملات التشكيك التي تطال المؤسسة الأمنية مع القتع مع عمليات تبييذ الإرهاب التي يقوم بها البعض وعن تفاصيل العملية يضيف نحن وصلتهم معلومة أنه فما نقطة تفتيش يمشون بشي ثبت وشنية النقطة هذه إلا أنه معناها وقاع معناها عملية إطلاق النار كثيف على الدورية هذه قداتي الاستشهاد زوز العواني للحرس الوطني وقبلها معناها استشهاد زميل من الإدارة عامة للسجون والإسلاح ومعها مواطن ملازم أول بالحرس الوطني كان أحد جرح العملية الإرهابية خضع لفحوصات تبية بمستشفى الأمن الداخلي بالمرسة فيما يخضع زميله لعملية جراحية عملية إرهابية أخرى استهدفت هذه المرة رجال الأمن والمواطنين على حد سوى ما يشير حسب بعض المحللين إلى ضرورة تغيير استراتيجية مكافحة الإرهاب إثر الحادثة التي شهدتها منطقة أولاد من ناعب بلاريجيا من ولاية جندوبا طالبت النقبة العمل للحرس الوطني في بيان لها وزارة الداخلية بتوفير مستلزمات الحماية للأعوان وبمزيد من الدعم اللوجستي والتقني والبشري ودعت إلى الأسراع في المصادقة على مشروع قانون أحالته رئاسة الحكومة على المجلس الوطني التأسيسي يمنع الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي وأعوان الدوانة وحماية المقرات والمنشآت الأمنية كما طالبت بتمكين الأعوان من سلاحهم الفردي ومزيد العناية بالجانب الاستعلاماتي وتوفير الاعتمادات الضرورية لذلك خصوصا بالمناطق الحدودية وطالبت النقبة أيضا بأحداث إدارة عامة للإرهاب وإدارة عامة للتكوين صلب سلك الحرس الوطني والإسراع بتفعيل فوج الطيران التابع للسلك كما نادت بتوفير سترات واقية للأعوان واعتماد شارات خاصة بهم وتغيير الأزياء والتمييز بين الوحدات الأمنية وتعزيز الدوريات بذوي الاختصاص ولوحت النقابة العامة للحرس الوطني بالتصعيد طبقا لما يخوله القانون في صورة مواصلة تجاهل المطالب المشروعة لحماية رجال الحرس الوطني في ولاية القسرين الآن تعرضت مقبرة سبيتلا إلى اعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص قامت بتمسي ملامح القبور وفسخ الأسماء بمادة الجبس التفاصيل نتابعها ضمن هذا التقرير بعد تفاشي ظاهرة الاعتداء على مقامات الأولياء الصالحين في عدد من ولايات الجمهورية قام مجهولون بمعتمدية سبيتلا بتشويه عدد من المقابر بمقبرة سبيتلا حيث استعمل المشتبه بهم الجبس لمحوي أسماء الموتى والآيات القرآنية والدعاء الذي كتب على قبورهم في المدخل متاع البيب تلفت ثم جماعة وليت قاعدين يحفروا هكا في كبار متلفتين لهم عملت شلم أهمية وتعديت على روحي وقت لي وصلت بهذا كبار أخويا بالضبط نلقى رخامة معمولة بالجبس واللسم وكل ممسوح بديت نعاية تلالي خالت طمي وأخوتي وراي قلت لي مجروا شوفوا الكبار كيف وقت لي رجعنا لجماعة هذوكم اللي يحفروا نقو الحفرة هكا حافرينه وجماعة هذوكم أمر أثار غضب أهل سبيتلا الذين نددوا بهذا التصرف المشين واعتبروه اعتداء على حرمة موتهم مطالبين الصورة المعنية بتدخل العاجل للتصدي لمثل هذه الظواهر يجوه مع المقبر القرية حرام والسد موجبان حرام وكل شيء حرام كل شيء عندهم في الدنيا حرام شنوه الحليل اللي عندهم اللي هذا يعمل لحية متحايلين وسريق وين الحاكم وين وزير داخلين وين الظاهر متعاتهم هذه هناك بر واحد يجي لكبر يمسخوا بالدهن تقول لكتيبة حرام هي مش حرام لكتيبة هذا وعينت الصورة المعنية الموقع وفتحوا تحقيقا في الغرض للبحث عن الجنات اقتصاديا الآن أعلن المدير التجاري بشركة اللحوم أن الشركة ستواصل خلال الأشهر القادمة توريد لحوم الخرفان المذبوحة بهدف تعديل أسعار اللحوم الحمراء المحلية ما زالت أسعار اللحوم الحمراء وخاصة منها لحوم الخرفان تثير تشكيات العديد من المستهلكين التونسيين السماء مرتفعة جدا عندها أكثر من العام مرتفعة بشي ما يشرحه حتى شيء لا قانون العرض ولا قانون الطلب لا قانون العديد من المستهلكين ونظرا للتشكيات المتواصلة للمستهلكين من أسعار لحوم الخرفان ستواصل شركة اللحوم توريد 12 ألف رأس من الخرفان المذبوحة أي ما يعادل 200 ألف تن من لحوم الذأن العملية هذه تتم عن طريق من إسبانيا لخاطر توا بالنسبة لإيرلندا الأسعار مرتفعة ونحن نحب نحافظ على المستوى الأسعار الموجودة توا اللي هو 13 دينار و500 بالنسبة للقصابين كسار إحالة و16 دينار بالنسبة للمواطنين العملية هذه تتواصل حتى الآخر العام عملية توريد لحوم ذأن استحسنها رئيس الغرفة الجهوية للقصابين بأرينا الجزار محمد الكشباتي ماذا بينا الفرن يسير كل بتعطينا سيجيبه إذا ما كوكيروز تحت الحم باش المواطن ناجم يأكل باش يرقى الخيص باش ناجم يأكل المواطن طو بالنسبة لعلوش طو مدان علوشنا الغالي برش العلوش 21 دينار و540 فرنك ولكن أشار عدد من القصابين وبعض المواطنين إلى أن عملية توريد اللحوم لا تعتبر حلا تعديليا مبررين ذلك بعزو في عدد هام من المستهلكين عن شراء اللحوم المواردة ما ما تنساش اللي رأوا فأما فئة من شعب التونسي اللي يقوم كم يقولوا 50 بئة من شعب التونسي يحبوا ماذا بيهم الحم لوكال الحم التونسي ثم ناس تحب لأخرين كم رستورانات ماذا بيهم بتاع البرا برخاص له أنا الوكال يقول يجيب نجيب له طو قولك أي وكال أي كنوع كل الحم خارس ما نشريش في المقابل فأن عددا آخر من القصابين والمستهلكين يفضلون اللحوم المواردة نظرا للمزية أسعارها مقارنة بأسعار اللحوم المحلية ويبقى للمستهلك التونسي الاختيار إما أن يحافظ على توزنة ميزانيته ويشتري لحوم الخلفان المواردة بأسعار مناتبة أو أن يظل وفيا لمذاقه محبذا للحوم المحلية بأسعارها المشطة بعد غياب دام أربعة أشهر عاد سفير الإمارات العربية المتحدة سالم عيسى الاقتامي الزعبي إلى تونس لمباشرة مهامه على رأس السفرة وجاء في بيانا صادر عن الخارجية أن وزير الشؤون الخارجية المنجي حمدي استقبل في مطار تونس قرتاج السفير الإماراتي المعتمد بتونس مؤكدا حرص تونس على مزيد الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية القائمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أعلى مستويات وفقا لنص البيانة وكانت وزارة الخارجية بأبوظبي قامت منذ أشهر باستدعاء سفيرها بتونس لإجراء مشاورات إثر مطالبة رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي من منبر الأمم المتحدة بالإفراج عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في إطار الحملة الوطنية لمكافحة داء الكلب قامت مكونات المجتمع المدني بالتعاون مع عدة وزارات متدخلة في مكافحة هذا الداء في عدد من ولاية الجمهورية تدعيما للحملة الوطنية للتلقيح ذد داء الكلب التي انطلقت منذ الخامس عشر من ديسمبر الماضي والمتواصلة إلى نهاية شهر مارس المقبل نصبت خيمات بيطارية لتقديم التلاقيح مجانا في العديد من المناطق من ولايات الجمهورية عنا حملة وطنية قاعدة تسير في الأثناء في كل الولاية التريانة من بيت البيت وعنا الخيام هذومة اللي عملناهم كل سبت واحد خمسة خيام بكل ولاية تقرب الخدمة البيتارية من المواطن وتوعية الأطفال بخطرة الداء القاتل هي أهم أهداف هذه الحملة التي اختار منظمها أن تكون أمام المدارس والمعاهد الثانوية أحنا نحب دون نقرب أكثر للمواطن اللقح أكثر ممكن من الحيوانات نوعيه الصغار معنا أنت الصغار تعاليش قتلنا المدارس أحنا المدارس اختارنا بش المعلومة تصل للصغير بش يفه مش معنات حتى ما جاي بش لقح عنده فكرة على داء الكلب الحملة نالت استحسن أهل منطقة رواد الذين عبروا عن أملهم في أن تتواصل مثل هذه المبادرات ورغم غياب إحصائية الرسمية تحدد حجم الإصابة بداء الكلب إلا أن مثل هذه الحملات الويقائية ضرورية خصوصا مع الانتشار المكثف للكلاب السائب في الشوارع أخبار العالم نبدأها من مصر حيث قتل أربعة أشخاص وجريح العشرات في انفجار حافلة قرب الحدود مع إسرائيل في سيناء هذه الحادثة تزامنت مع تأجيل المحكمة المصرية لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى يوم الأحد المقبل حالة استنفار قصوى تعرفها الآن شبه جزيرة سيناء على الحدود مع إسرائيل ومعبر طاب الحدودي يغلق لأول مرة هذا العام بعد انفجار حافلة سياحية فيها مخلفة مقتلى سائحين كوريين جنوبيين اثنين وسائق الحافلة المصرية وإصابة ثلاثة وثلاثين آخرين على الأقل حادث انفجار تفجير في توبيست سياحي جروب كله معظمه كوري كان جاي من سينة كاترين في اتجاه منفز طابة قدام دهيلتون طابة حصل الانفجار احنا حتى الآن ثلاثة وفيهات واثناشر مصاب حادث الانفجار هذا يعزز المخاوف من ترد السياحة المصرية أكثر خاصة وأنه يمثل أكثر من 11% من موارد مصر من العملة الأجنبية ترد الأوضاع الأمنية في مصر يرافقه اضطراب وعدم وضوحه رؤية في الجانب السياسي في البلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من جويل الماضي مرسي اليوم تأجلت محاكمته مرة أخرى إلى الثالث والعشرين من الشهر الجاري نجيل نظر القضية لجلسة 23-2-2014 وأمرت بند 10 من السادة المحامين المقبولين المرافعة أمام محكمة الجنايات مرسي حاكم وخمسة وثلاثين آخرين من أعضاده في النظام السابق من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع بتهم التخابر مع جهات أجنبية تصاعدت وتيرة الهجمات في العراق حيث قتل أمس 17 شخصاً من بينهم أمنيون وجنود ومدنيون في هجمات متفرقة بالبلاد وقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عن مقتل أكثر من 700 عراقي وإصابت نحو 1200 آخرين بجروح في أعمال عنف خلال شهر جنف الماضي على الصعيد السياسي أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي مؤكداً انسحاب ممثله من الحكومة ومن البرلمان العراقي وأكد الصدر في بيان له إغلاق جميع المكاتب التابعة له وتجميد نشاطاته الدينية والاجتماعية والسياسية وقد أعلن عشرة نواب التيار الصدري قرار الاستقالة وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في الرياضة الآن أهدر النادي الافريقي فرصة تجديد الملاحقة على متصدر بطولة الرابط المحترفة الأولى لكرة القدم التراج الرياضي عندما اكتفى بالتعادل مع الملعب الجابسي في الجولة التاسعة عشر من المسابقة فيما حقق الأولمبي الباجي الفوز على نادي حمام الأنف أهدر النادي الافريقي نقطتين على أرضه عندما اكتفى بالتعادل بهدف لهدف مع ضيفه الملعب الجابسي في اللقاء الذي جمعهما عاشية اليوم بملعب رادس وكاد الملعب الجابسي أن يكرر سيناريوم مواجهة الذهاب عندما فجأة الأفريق بهدف أول حمل توقيع فؤاد الخرايفي بينما كان أبناء شوفان في رحلة البحث عن افتتاح التسجيل قبل أن تمكن تشادي إيزيكيل من دراك التعادل أواخر الفترة الأولى غير أنه عاجز في الفترة الثانية عن إضافة هدف ثاني للإفريقي إثر تفنونه في إهضار فرص عديدة كانت لتمنح صاحب المركز الثاني ثلاث نقاط في سباق الصدارة مع تراجي العاصمة ليكتفي فريقه بنقطة وحيدة وعلى ميدانه استغل الأولمبي الباجي تعثر الملعب التونسي أمس ليغادر ولو إلى حين المركز الأخير بعد الفوز بهدف دون رد أمام ضيفه نادي حمام الأنف رافع رصيده إلى 16 نقطة وحمل هدف المباراة الوحيدة توقيع اللاعب سدام بن عزيزة منذ دقيقة الثلاثين ليجمد رصيد فريق الضاحي الجنوبية عند النقطة الثالثة والعشرين وفي باقي المباراة واصل النجم الساحلي سلسلته الإيجابية من خلال فوز ثمين بأولمبي سوسا بهدف دون مقابل على النادي البنزارتي رافع رصيده إلى 35 نقطة ورفع فريق مستقبل مرسى عدد نقاطه إلى 29 بعد تغلبه بثنائية مقابل هدف على جرنباليا الرياضية واستعادت شبيبة قيروانة نكهة الفوز بربعية مقابل هدف أمام قوف القفصة التي تابعت نزيفة نقاطه في مرافع النجم المتلاوي رصيده إلى 22 نقطة بفوزه على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد وكانت ترجل عاصمة تغلب أمس بثنائية النظيفة على الملعب التونسي في مستهل الجولة مبتعدا بـ 44 نقطة في الصدارة فيما حقق النادي سفاقسي حامل لقب الفوز بهدف دون مقابل أمام ضيفه فريق جريد التوزر نهاية النشرة مشاهدينا وهذا تذكير بالعناوين استشهدوا ثلاثة أمنيين ومدني في عملية إرهابية في بلاريجيا التابعة لولاية جندوبا توريد 12 طن من لحوم الخرفان للتحكم في أسعار اللحوم الحمرة مقتل واربعة أشخاص وجرح العشرات في تفجير حافلة سياحية في سيناء المصرية ختم النشرة شكرا على حسن المتابعة والاهتمام اشتركوا في القناة